اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات برنامج معكم مونة رمضان في حلقتنا النهاردة هنتكلم عن الرياضة وقدي ايه الرياضة مهمة وبتأثر على حياتنا بشكل قوي جدا ومعينا ومعاكم الكابتن احمد شادي اهلا وسهلا بكم احمد في البداية كده عاوزينك تعرفنا عنك اكتر الناس حابة تعرف مين احمد انا احمد شادي عندي 21 سنة فرقة ثالثة في كلية تربية الرياضية اسكندرية بدأت جيم من 8 سنين تقريبا بلعب يوضع عموما من قبل كده كمان ولكن في الجيم يعني بقى لي 8 سنين وفي الاول كده حبيت ان انا اشتغل مدرب كان نفسي ان انا يعني اكون شغال مدرب كنت بشوف ما شاء الله اكسامهم كويسة الناس بتحبهم اللعيبة بتبقى مبسوطة وهي في الصالة معاهم فحسيت ان ده شخصي يعني قدوة نفسي ان انا اكون مدرب فابتديت مرة الناس اللي حوالي اصحابي والناس اللي حوالي بعدين عملت معهم نتائج وتديت النتائج دي على اصحاب الجماد شغلوني معاهم ابتديت اشتغل عشان اصرف على نفسي في اللعبة عشان اطور من نفسي اكتر واكتر تمام كلمنا عن الانجازات اللي قدرت ان انت اتحققها في الفترة الاخيرة الحمد لله انا بمرن اولاين بقى لي اربع سنين عملت في الاربع سنين دول قاعدة عملة تجاوزة الالف وخمسونة لعب عملت منهم تحولات بالمئات الحمد لله موجودة عندي على الصفحات بتاعت السوشيال ميديا عندي كلها يعني الحمد لله انت ككابتن ايه افضل وقت بتشوف ان هو مناسب للتمرين وكده الوقت المناسب للتمرين بالنسبة لي هو الوقت اللي انا اكون فاضي فيه ان انا اقدر اتمرد وفي نفس الوقت اكون اواكل ونايم واكون يعني ايه اكون في صحة عامة ان انا اقدر انزل التمرين ايه اكتر مشاكل وجهتك يعني اكيد ان كل شخص في حياته بيواجه مشاكل كتير قوي فاكيد ان كان بيواجهك مشاكل وازاي قدرت تحلها وتتخطاها بسهولة وكده والله الحقيقة المشاكل اللي وجهتني كانت في بداية التمرين بتاعتي التنمر من الناس اللي حوالي والاحباط اللي كان بيجيلي اخدت الكلام ده كله سلالم عملت منها سلم النجاح بحيث ان احنا نطلع على يعني الكلام اللي سلبي ناخده سلم تحت رجلنا نطلع به علشان نوصل لافضل حال يعني ابتدت اشتغل عن نفسي اكتر واطور بالنفسي اشوف ايه الكلام اللي ما عجبنيش وابتدي ان انا اعمل بقى عكسه علشان اثبت لنفسي ان انا ناجح يعني واستاهل النجاح كابتن احمد ايه العوامل اللي بتشوف ان هي بتساعد في بناء فورمة كويسة والله احنا لازم نثبت الاكل اول حاجة عن ده لازم نعمل ضيط مناسب اه محسوب السعرات والتمرين طبعا لازم يكون مناسب للمستوى حد مبتدق مش زي حد مثلا قديم في الجن بيلعب بقيله مثلا خمسة سنين الانجازات اللي حضرتك حققتها في وقت صغير جدا انت شايف ان اي حد يقدر يحققها او شايف ان كان صعب انك توصلها او تحققها وكده والله هو في الاول والاخر توفيق من ربنا الحمد لله ان ربنا وفقني لده واكيد ربنا وفق اي حد بيجتهد وبيسعى ان هو يطور من نفسه اكيد ربنا هيكرمه احكينا عن التدريب وازاي بدأت ان انت تدرب الناس وكده والله انا بدأت زي ما قلت لحضرتك كده من 8 سنين عد علي اول 4 سنين بتديت اشوف تطورات على نفسي وبتدي ان انا امرضا زمالي واصحابي واعمل معهم النتيجة ايه اكتر مشاكل كان بتواجهك مع العملاء بتوعك وكده المشاكل اللي كانت واجهني مع العملاء الماديات بتاعتهم الماديات ما كانش بتسمح ان هما يعملوا نتايج قوية وكمال الاجسام بيحتاج فلوس كتير ومصارب كتير وفيتامينات بالضبط انت بتشوف ان الفيتامينات مضرة وكده لا مهمة جدا صراحة لازم ندخلها من الاكل وممكن ندخلها من برضاها احكينا عنها طيب والله بص الفيتامينات والمكملات الغذائية هي بس بتكمل احتياجنا من الاكل اللي احنا مش عارفين ندخله من الاكل فمثلا انا لو في انضام الغذائي حاطة بروتين مثلا ناقص شوية يبقى انا محتاج ادخل مكملات غذائية مباردة فيها البروتين فدخل البروتين من المكملات ازاي يعرف ان جيناتي كويسة جدا وتؤهلني ان انا اشارك في بطولات وكده والله الجينات دي بتعتمد على اهبة من ربنا انت دخلت الجيم بيبقى كتافك مثلا عريضة ووسطك صغير بتقدر تكتسب كتلة عضلية بشكل اسرع من اصحابك ومن الناس اللي حواليك فبالتالي انت بتعمل نتيجة اسرع منهم انا مردكش ان انت تقدر توصل لمستر اوليمبيا لو انت جناتك وحشة ولكن انت ممكن تكون مميز في حاجة تانية تبقى اشهر فتنس موديل مثلا او ايان كده ازاي تقدر تلتزم بالتمرين وتوصل جناتك لاحسن حاجة وكده تاني كده ازاي تقدر تلتزم بالتمرين وتوصل جناتك انها تكون احسن حاجة وكده الاستمرارية تغلب الجنات يعني انا وجناتي مش كويسة بس مستمر طب انا لو فاقد الشغف من كمال الاجسام وكده ماينفعش حط الشغف بس هو ال انا حاولت كتير وماقدرتش ان انا اكون ناجح في كمال الاجسام بنحاول تاني بنحاول تاني ولحد ما ربنا بيصر ولازم لازم محدش هيتعب إلا ما ربنا هيكرمه ولازم يعمل اشيج انت بتشوف ان القهوة مهمة قبل التمرين اه بتدي بار قبل التمرين قهوة وموزع مثلا يكونوا محصوبين برضو من السعرات الحرية اللي هندخلهم في المطمب ودلوقتي معانا فيديوهاتها تتعرض لك على الشاشة ممكن تكلمنا عنها او معانا دلوقتي اه كلمنا عنها بقى والله دي فيديوهات او دي فيديوهات اللي بنزلها على السوشال ميديا اللي بحافز بها الشباب ان هم ينزلوا التمرين دي في البطولة العربية ودهوا ابطال من الابطال اللي انا مرنجوه طب البطولة العربية دي هل تقدر ان انت ككابتن اي عميل ليك تدخله في البطولات والحاجات دي وكده؟ اكيد طبعا لازم يستمر بس فترة كويسة اللي هتقل من 6 شهور لسانة عشان يقدر ان هو يشارك في البطولة بشكل كويس يبني كتلة العضلية كويسة وبعدين بنبتده نعمله فترة اسمها بولكينج اللي هي زيادة الكتلة العضلية وبعدين بيعمله فترة اسمها كوتينج اللي هي تشريح بقى العضلات ننسف البيهون اللي موجودة على الجسم عشان ننزل بالشكل ده في البطولة ازاي بيشتركوا معاك وكده؟ بيخدشوا يكلموني على اي موقع مواقع السوشال ميديا بتاعتي وبيتواصلوا معايا بديهم الرقم بتاعي بدينا التواصل على الواتساب ابعت لهم الفيديوهات بتاعت التمارين بصمم لهم برنامج تمارين شرحوا في فيديوهات انا المتمرانها في الجيم ونفس النظام برضو التغذية بحسب لهم السعارات الحرية بتاعتهم وبعمل لكل واحد نظام مخصص ليه ايه اصعب فترة بتعدى عليك كمدرب؟ الفترة اللي قبل البطولة قبل بطولة اللعب اللي لازمة هي اللعب نفسيا قبل ما ينزل مطش علشان هو يعني نفسيا قبل جسديا الموضوع ده مهم جدا لانه لو نفسيا مش جاهز للمطش مش هيعرف ينزل ويشارك في البطولة بشكل كويس ممكن حتى جسمه يحبس مية لو هو متوتر او فيه نفسيته مش متزبطة فلازم انا يكون باهله نفسيا للأول في الجنب النفسي من الشغل بتاعنا بيكون اصعب كتير كمان من الجنب البدني انت ككابتن بتشوف ان كل الشباب مهم ان هي تلعب رياضة وتنزل الجيم وتطور من نفسها في الحتة دي وكده؟ اكيد طبعا لو شباب مش رياضي فالجيم مناسب ليك جدا ان انت تبعد عن العادات السيئة في يومك وتعمل عادات ايجابية هتفيدك وهتطور من نفسك ولو انت شاب رياضي فالجيم هي المحطة اللي انت بتعدي عليها عشان تطور من نفسك في اي رياضة سواء بتلعب سباحة او بسكتبول او بتلعب كورة او بتلعب اي رياضة من رياضات القتال زي MMA كراتيك ونفو لازم هتعدي على الجيم عشان تكتسب كوة العضلية اكبر وتكتسب كوة عشان تقدر ان انت تطور في الرياضة ها فعلا كابتن احمد ازاي نشترك معك اونلاين وكده بيتواصلوا معي على الواتساب او على الانستجرام او الفيسبوك وببعث لهم استمارة بيملوا البيانات بتاعهم وبيملوا شغل احكينا عن طريقة تعاملك مع الاملاء وهل بيكون شغل الانلاين ده سهل وكده ولا بيكون صعب عليهم يعني حاجات زي كده لا هو انا بعمل لهم الشغل بتاعهم يعني انا بعمل لهم نظام التمرين بعمل لهم نظام التغذية وببعث له فيديوهات هو بيقال الفيديوهات دي في الجيم بالضبط ببقال له ايه صح ايه الغلط انا مصوروا الفيديوهات بنفسي كوعكي بقى نزل ازاي طالع ازاي الحاجات دي كلها بقول هالو ما بسبلوش اي حاجة حتى المجميع والعدات وزمن الراحة كل حاجة كاني واقف معاه في الجيم بالضبط حاجة عطلت معاه في الجيم وهو بيتمرن هيصور لي فيديو ويبعث لي يقول يا كوتش طب انا بتمرن صح كده ولا بتمرن غلط كابتن احمد قلنا انت بدأت تنزل الجيم من امتى وهل كنت تعرف ان انت هتقدر توصل للنجاح ده وكده والله انا من 8 سنين لو حد قالي ان انا كنت همرا 1500 لاعب ونعمل مئات التحاولات مع نزل واساعد اكبر قدر من الناس دي فضله ونعمل ربنا الحمد لله اولا يعني ما كنتش هصدق ولكن انا كنت وصدق في يوم الايام ان انا هوصل لده باذن الله بس ربنا الحمد لله عجل ببوادر النجاح لازم تصدق نفسك عشان الناس تصدقك طبعا تمام قولينا انت لما بدأت خالص مع العملاء بتوعك انت لسه في البداية هل كان في مشاكل وهل كانوا العملاء بيستجيبوا معاك بسرعة وكده اكيد ما كانوش واخدين السقة ان هو طب احنا هنجرب معاك مش شايفين تحاولات كتير فبالتالي ما فيش التزام تام انما دلوقتي الناس بتخش على الحمد لله عصفها عندي تشوف التحاولات اللي انا منزلها لأ بيفوروا افطر فيه تحاولات في فترة صغيرة يعني فضل لا تحاولات تخد فبيبقى نفسهم ان هما يعملوا حاجة زي كده فده بيساعدهم جدا ان هما يسمعوا كلامي وان هما يلتزموا عشان عارفين هما هيوصلوا لايه بعد الالتزام ده شخص بينزل الجم كتير وعاوز يخس ومش عارف قولين انت ككابتن دي انصحه بايه او ايه الطريقة اللي لازم يمشي عليها في الضايت وكده لازم يحسب سعرات جسمه ويعمل عجز في السعرات عشان يخس فلازم الموضوع يكون ماشي ورقة وقلم اكتر منه هو يبقى ماشي عشوائي كده لو ماشي عشوائي الموضوع هيتأخر معاه جدا يعني مثلا النتيجة اللي هيعملها في ست شهور عشوائي ممكن يعملها بس في شهرين لو هو ماشي صح بالورقة والقلم زي ما بنقول كده انا بلعب رياضة كتير وعاوز اشارك في بطولات كتير وازهر انا حاسس ان انا عندي الموهبة ومش عارفة ظهرها ازاي ظهرها او ازاي شارك في البطولات اللي بتتعمله كده والله انت بتنزل للجيم الاول وبتشوف هل انت قادر تكمل للجيم مش لأي حد انت لازم تكون ملتزم لازم تكون عارف انت رايح فين وعايز تعمل ايه بالزبط فتبتدي تلتزم ابدأ صح ما تبدأش عشوائي عشان ما ضيعش وقت كتير اما بدأت عشوائي ضيعتي ممكن 3 ا4 سنين في بدايتي وما كنتش عامل نتيجة كويسة خالص ولكن لما بدأت احسب بقى الصعرات الحرية بتاعتي ابتديت اطمرا صح اكل صح فابتدت النتائج تكون اسرع من الاول فلازم تعمل نتائج سريع عشان تحفزك ان انت تكمل ايه دور مامتك وباباك ست الكل طبعا ايه دور مامتك في نجاحك اكيد ان مامتك وباباك ليهم يعني دور كبير اوي في نجاحك وكده والله انا من غير والدي والدتي يعني انا ما كنتش عارفت اعمل اي حاجة بصراحة من غيرهم فعلا فعلا ما كنتش وصلت الواحد في المية من الحمد لله ربنا من علي بي دلوقتي والدي كان بيدعمني في كل خطوة وحتى يعني بيقولي اعتمد على نفسك وعمل كذلك ربنا يخلي يا رب ويبارك لك والدتي تعبت معايا جدا في فترة التجهز ربنا يعني ربنا يبارك لي فيهم والله فعلا شكرا لهم ودلوقتي وجه رسالة قبل ما نطلع فاصل والله انا حابب اشكر مدربي كابتن محمد سالم شكرا لي طبعا تعب معايا جدا وحابب اشكر كابتني التاني اول كابتن ليا كابتن احمد صالح هو اللي حطيني على الطريق ده وعلمني ازاي ابدأ وحابب اشكر صحابي وحبايب قلبي اللي حوالي اللي بيدعموني دايما في كل خطوة الحمد لله انت شخص مجتهد جدا عاش ليك قوي وبجد يعني انا فرحانة جدا وسعيدة انك ظهرت في البرنامج ونورت البرنامج والله ودلوقتي هنطلع فاصل وهنرجع بعد الفاصل اشتركوا في القناة ورجعنا لكم بعد الفاصل بضيف حلقتنا التاني كابتن سيف محجوب منورنا النهاردة منورنا يا طن مام السيف ربنا يبارك فيها يا رب ماشي يا سيف الناس حابين يعرفوا مين سيف فكلمنا عنك كده انا يعني شاب مصري اتنشأت في البحيرة مركز بدر كاري طمام مكرم لاعب ومدرب دولي خريج تربية رضية تخصص كمال اجسام السادات يعني شاب طالع من صغره نفسه بحاجة في الدرية عمش عايز امر مرور الكرام كده فدي اعتبر نبزة مختصرة بس ايه عن سيف محجوب الف مبروك طبعا عن البطولات الجميلة اللي حققتها واللي اصارت ضدجة كبيرة جدا على السوشيال ميديا في الفترة الاخيرة ودلوقتي يا سيف قلنا الناس حابين يعرفوا بدايتك مع كمال الاجسام كت عاملة ازاي انا بدايت مع كمال الاجسام انا كنت في كلية تربية رضية كنت عزت لع مدرب اللاقة بدنية بجانب اللي انا اصلا كنت ايه لعب كرة في اندية معروفة في مصر فالحمد الله ربنا كرمني يعني ان انا عملت العلاقة المية في المية في الكورة وحسيت اللي انا بداية وقت في حيطة اللي انا عازي اثبت وجودي واكتب اسمي في التاريخ ديت حسيت اللي انا هددها وقتي لان كان فيه كذا تركاية مش عايز تقول فيها بس يعني ربنا اراد اللي انا ياخدني من سكة يحطني في سكة الصاحب عد اجتهادي الحمد الله يعني ايه وده كان يكون كرم من عند ربنا اكيد ان البداية بتكون صعبة جدا وكل شخص بيحاول يجتهد على قد ما يقدر علشان يثبت وجوده فحكينا انت عملت ايه علشان تثبت وجودك في كمال انا كل الحكاية انا كنت بكل التربية رضية وكنت في سنة تانية والتخصص عندنا بناخده تالتة ورابعة فانا يعني كان نفسي اطلع مداري باللواقع بدنية فلقيت ان افتخصص كمال الاجسام دوت هطلع فيه مداري باللواقع بدنية واخصائي تغزية واخصائي تقالي سباط يعني دوت هيبقى مليما اكتر بالنوع الحاجة اللي انا عايز اشتغل فيها بعد ايه بعد التخرج فلقيت انها فرصة فسألت ازاي يخش التخصص اتقالي يا اما يبقى عندك المعلومات الكافية عشان الاختبارات يا اما يتبقى لعب او حد لعب دولي او محلي كويس في اللعبة بعيس لها معايير تخش بقى التخصص عشان هو عدد معين مش اي حد بيخشه فالحمد الله ربنا كرامني وكان دكتور قشف العب وده احب اوجيه له يعني شكر من خلال برناميك حضرتك لاني دوت زي اخي كبير اللي اي نصحني ربنا يخليه لك يا رب سلام نصحني وبعد كرام ربنا يعني كان هو اللي حطينا على اول الطريق ان انا بقى ازاي مدرب كويس وانا سألت ارتولي انا عايزة بقى مدرب يعني مع كما احترام لكل المدربين مدرب معروف زي زيهم وانا ما استقال يعني مش اقل لحاجة من نقمم يعني ما قلش حاجة عنهم فقال لي انت يا سيف في طريقين يا تبقى لايب معروف وده الطريق الاسرع وبعدين تبقى مدع المية معاك قوية تشتغل بها وتطلع بقى نتائج يا اما تبقى معاك مدع المية بس وده طريق طويل شوية هتعرف مثلا بعد 35 سنة 40 سنة فجيت قلت له لا يعني نشوف خوار البطولات انا انفع في فئة ايه قال لي انت في البطولات تنفع في حاجة اسمها المنزي فيزيك اللي هي كانت فتا الشاطئ في الاول طيب يعني اعمل ايه عشان اخش حاجة زي كده قال لي انت لازم الاول عشان تخش التخصص تبقى معاك بطولة فانت العب بطولة 10 الاوائل في الجمهورية عشان انت خويت تبدأ تخش في مدع التخصص هيبقى اسهل ليك لان من المادة علمية في الوقت قليل لاننا كنت خلاص مقلصتها سنة تانية وداخل عساها تالتة فما كانش معايا وقت ان انا اخد اكثر في مادة علمية فالحمد لله ربنا كرمني ودخلت اتخصص من خلال اول بطولة وديت الارب لها القلب يعني جدا فلعبتها وكسبت فيها سابع وانا معرفش عن ايه اصلا بطولات بس كنت بجسم الكرة لان كنت ملتزم بالرياضة اصلا كنت بخش جيم ايام الكرة عشان ازبط نفسي وابقى بكمة اللغة البدنية اللي ابدأ او اعرف اللي انا ارحبها ايه كرة القدم فالحمد لله كان عندي معلومات يعني كافية في الجيم فسامحتم الدكتور بتاعي البلود اللي لمش عليها او اللي هي النظام الغذائي اللي احنا بلوه عليه بقى دلوقتي ومعاني دلوقتي فيديوهات على الشاشة كلمنا بقى عنها وكده فيديوهات الشاشة ديت كانت صورة لامي في بطولة العرب ترند او كانت ترند ترند البطولة ودي يعني بعد كلم ربنا هي اصلا عند البطولة انا من نوع اللي من زمان قوي انا قديمشواها في المجال كانت ترند بعنوان فرحة ام البطل اه 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 قلنا يا تامت انت ايه رأي كده كنت فخورة بيه في اللحظة دي وقد دي كنت فخورة والله يا حبيبتي ده من عند ربنا لان ابني تعب وكان بياخد الجايزة ويمشي ما كانش بيلفت نظره للأضواء او حد يعرفه يعني فارد ربنا وكتبت له وكان اليوم ده عندي مش قادر اقولك والله انا رحت بدون ترتيب هو ربك اللي رتبها الصبع وقال لي يا امي البطولة ما فيهاش جماهير فاليوم البطولة بالزبط ربنا قدرني ان انا نروح نحضر البطولة وكتبت لنا عندي ربنا يا بنت لان ابني تعب فعلا ابني لو شفتيه عانى كتير جدا في التدريبات ووقتي في المجال قليل كلاقب الدرب احكينا عن طريقتك في التدريب او الوقت اللي كنت بتحب ان انت تتدرب فيه كده بص يعني واحكينا عن بطولة العرب اللي اخدتها ناشا شانين هي كل بطولة واللي هزوله فيها اكيد اه فانا في حتة البطولات بالذات بس لازم اوضح للناس حاجة انا كسب الحمد لله 24 بطولة في خمس سنين مساء الله ربنا يفعل منها دولية ومنها محلية فانا معاها حصول البطولات الحمد لله يعني ايه كويسة استحق لقب بطل العرب جدار ده ده قرم من عند ربنا انا والله يعني حتة ان انا بقى اشرف مصر في حتة البطولات اللي برا او اللي عندنا هنا باسم بصلا مصر الارعب فيها دي عندي بالدنيا انا ان شاء الله يعني بازن الله في الام الجاية طموحي عيلي ان انا نعب بطولة عالم وان شاء الله احط عالم مصر وانضمت في الفترة اللي فاتت ديات مع نادي الشروق جروب واحب باشكر الدكتور اهاب مطر من خلال برنامج حضرتك ان هو نظر للعب الفردية لان الراجل دوت لازم صراحة يعني يتعرف لانه ما شاء الله راعي نفس في الكالاتيه وكذلك راعي في كمال اجسام هوت وكذلك براعي فردة البوكس والكيك بوكس براعي ناس وبيساعدهم اللي هم ما يوصلوا لحلمهم فحد زي دوت لازم نيطلع مسلا مع حضرك مرة بعد كده يعني ما شاء الله عليه طبعا المشرف ليه طبعا اه اه لازم الناس يعرفوا اه فمن الخير يعني ففكرة بقى حتة اه حتة بقى البطولات دي وكده ده كرم من عند ربنا الاول وربنا بيضعش تعب حد اه ان الله الله يضيع اجرى من احسن عمله لازم نعرف دي ودي عفكرة يعني ايه لو انت امينت بيها اول بند في جنود النجاح ان شاء الله فان شاء الله يبقى خير يعني ايه وبعند حصل ظن الجامعي دايما فيه شعار دايما انت بتذكره في كلامك كده اللي هو بي مضمونه بيقول صف نيتك انا حب اعرف ايه الشعار ده وايه الرموز اللي حضرتك بتستخدمها معي وليه الرموز دي بالذات يعني بصي هو شعار اسمه اهم حاجة تصف النية اه انا من الناس صغير عايز يعني بعد كرم ربنا اسم الكتب في التاريخ مش عايز امور مرور كرام الدنيا اه فلاحزت ان كل الناس الدنيا دي رسالة لازم نيجي بنقدمها ونمشي اه 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 ما عليش ربنا نزلتك الدنيا فلازم الرسالة حضرتك يعني حابب ان انت توصل رسالتك للناس وكون رسالتي خير مش شرر وكون رسالتي خير مش شرر لان فيه رسالات شر فربنا عبعدها عن ان كل رسالتي خير وفيد بها الناس لو هفيد واحد انا عندي كاب الدنيا فانا لما جيت فلقيت ان الناس النكحة زي مثلا الشيخ الشعراوي رحمه الله عندهم بقولات لحد دلوقتي لسه بتتقال اه وحاجات بتحفزك انت شخصية عندك محمد علي كراي ليه حركات في البوكس ما شاء الله برضه لحد دلوقتي دي فيه ناس بتعملها تيمنا بيه فلقيت اللي هو انت عشان تبقى بطل او حاجة زي كده ما تقلتش حد دي اول حاجة وليك كمية هتتعرف بيها طول حياتك فانا كان اه فانا من النوع اللي انا ايه كنت يعني من صغري بحب اكتب شعري وكده وحاجات بسيطة فلاقيت ان انا اكتب حاجة تفضل ذكرى يتكتب بعدي او تتقال بعدي دي بالدنيا فاكتبتها اول حاجة في قطي وجيت بقيت واقولها بين صحابي بس كان ساعتها كنت قولي صف نيتك صف نيتك فاتقلبت علي انت عملت دي ازاي اقول له انا مصف نيتك فلاقيت بقى كله بيقول انه صف بتاعك فتعرفت من ده اي حاجة اكسبها اي حاجة اخش فيها لانه كنت لها بكورة برضو كزالي جوني اجيب ومش عارف اعملته ازاي اقول له عشان انا مصف نيتك فاخدتها قلت لما بقى السوشال ميديا بدأت ان تشير قلت احطها اول بوستاتي في السوشال ميديا فهتلاقي عندي حتى صفحة بتاعتي الشخصية هتلاقي قديمة وخالص معايا فاك هتلاقي بشعار اهم حاجة تصف نيتك ولقيت ان فيه الناس مهتمية بالرموز يعني الشعار دوت لما بقى جنب رموز بيتعرف اكتر فالرموز اللي موجودة حتة الوجه اللي عليه تلك دوت اللي هو بيعرفك ان خير وحتة العضلات اللي انت قوي لانه ربنا بيحب العبد القوي ويحبش العبد الضعيف وحتة الجناحات اللي اتمنى الخير لغيرك هتلاقيه يعني انت تمنى الخير لغيرك ان شاء الله ربنا هيكرمك فهتعل بيه تمام؟ ويجي بقى حتة اللي هي القلب الاخضر عشان دايما احنا بنقول ازرع تلاقي الخضرة طالعة فتبقى خير ليه صح؟ فانا وخدها من هنا لاني برضو انا النشأة بتاعتي نشأة رفية فخدتها من ده سيف انت جواك حكاية نجاح عظيم وفخر كبير جدا انت حاسس بكده طيب؟ بصي هو عشان برضو بسادي معاكي من فترة انا مصدق ان انا ان شاء الله ربنا هيحطيني في الطريق الصح وهبقى بطل عايا كان انا فين؟ حتى لو هبقى بطل مسلا ساعة مسلا مع موقف انا بالنسبة لاني كده بقى بطل وواصل من دوت لاني صدق حلمك ايه؟ صدق انت حلمك الناس يصدقك وغير كده حلمك نفسه هيصدقك وهتوصل فالحمد لله يعني انا من صغري صراحة يعني شايف ان كل الناس نجحت ازاي؟ وفي طرق لنجاح وان شاء الله تبقى رسالة للشباب بعد كده هقولها ان شاء الله فمن انا صغير بقى حبيت اللي انا صراحة يعني اصب في نفسي بعد قرم ربنا الاول عشان انت سكتك في ربنا يعني بتديك سكة ما لنهاية في نفسك يعني نفسك دي لايشيء من انت سكتك في ربنا واجه رسالة شكرة عشان هنختم حلقتنا النهاردة انا احب اواجه رسالتي للشباب واحب اقصر عيوم طريق النجاح انت كشاب في كتير طرق نجاح ماشي مذكورة بس انا من خلال خبرتي اللي اه برضو صغيرة لسه احب اقولك طرق النجاح او انت تتوصل لهدفك ثلاثة اول حاجة سكتك في ربنا لان امر ربنا هو كده حصل وبيحصل وهيحصل يعني دي حاجة لازم تبقى انت مؤمن بيها وربنا ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا فربنا عمره ما يضيع تعبك فمهما تكتهد سيب كل حقا يا ربنا ولاكش دعوة تاني حاجة تحدد الهدف على قد موهبتك يعني انت ليك موهبة صدق الموهبة دي بالذات ويعرف ان انت موهبتك في الحتة دي عشان ما اضيعش وقت واسع فيها الحاجة التالتة الحاجة التالتة بجد ونورتين النهاردة واتمنى لك طبعا مستقبل حلو واكيد طبعا انت ما شاء الله يعني شخص محترم جدا بجد من اجمل الشخصيات اللي عارفتها طنت طبعا رسالتي ليكي بجد انت النهاردة اصارت اعجابي جدا يعني طريقتك بتعملك اتمنى ان كل اولياء الامور يبقوا كده ماشاء الله عليك ويدعموهم ويجوا معاكي بجد انا مش عارفة اشكرك ازاي ان انت يعني بطل العرب انت فخورا نملك بطل العرب طبعا ورسالتي ليكي بجد ان انت تفضلي تدعميه وتفضلي معاه عندي امنية ممكن امنيتي ماشي من قبل برنامج حضرتك بس بعد اذنك بطلب من رئيس الجمهورية اني يراعي ابني ينزله ويكرمي ده امنيتي امنيتي والله للمرة التانية بطلبها يا بنتي والله وانا بقول انه هو الله يعينه على اللي هو فيه وربنا يوفقه ويرعانه باذن الله انا شرفت بوجودك معايا النهاردة فضل دلوقتي فيه شكر لازم معلش ده ده تيبقى بالقال في اي وقت اه ده بويا وكابتن منتخب مصر كابتن محمود نبوي وده اللي امن بيا بعد الدكتور بتاعي في الكلية ان انا اكمل في المجال ده وانا الحمد لله بقالي معاه داخل اه في 6 سنين والحمد لله وصلنا احنا بايا محتلفين شكرا لك جدا يا كابتن ان شاء الله خير يعني احب بشكور يا رب شكرا وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا والسنونة بحلقة جديدة من برنامج معكم مونة رمضان على قناة الصحة والجمال اشتركوا في القناة